أنا متأكد سواء كنت رجل أو امرأة سوف تتجهل هذا الفيديو لمجرد أن أبدأ في الشرح لكن شئتم أم أبيتم الحقيقة قال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد إن شاء الله سوف نتناول أحسن مشروع على الإطلاق للمتزوجين فقط وقبل البدء في شرح التفاصيل أدعوكم إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليس لكم كل جديد ولا تنسوا دامنا بإعجاب يا إخوان ويا أخوات سامحوني على بعض الكلمات القاسية التي سوف أقولها في هذا الفيديو المشروع المقصود في هذا الفيديو هو طربية الأبناء نعم يا إخواني الكثير من الشباب والشابات يتزوجون ولا يعرفون شيئا من طربية الأولاد يجدر على الشباب والشابات المقبلون على الزواج على معرفة أسس طربية الأولاد والتعامل مع الزوجة والتعامل مع الزوج نعم يجب أن تتعرفوا على الكثير من الأشياء التي قد تساعدكم في حياتكم والتي سوف تعينكم في طربية أولادكم للأسف الشديد الكثير من الأولياء يحتاجون أن يربوا أنفسهم نعم هم بنفسهم يحتاجون إلى طربية كيف بإمكانهم أن يربوا جيلا من الأولاد إذا كان المنزل يعج بالمشاكل والشجارات بين الزوجين فذلك له أثر مباشر على الأولاد وحتى على الأجنة عندما تكون تتفرج التلفاز لا تقول لابنك اذهب وراجع دروسك بل اتفأ التلفاز واخذ كتابا وابنك سوف يقلدك بطبيعة الحال نفس الشيء بالنسبة للنساء كيف تريدين من ابنك أو ابنتك أن يذهبوا للدراسة أو لمراجعة دروسهم وأنت تشاهدين التلفاز أو تقومين بأشياء أخرى وتتصفحين المواقع في أهاتفك وأيضا لا تكون متنقدا مع نفسك كيف تصيح على ابنك وتقول له أنت أسكت إذن أنت تصيح وكيف هو لا يصيح إذا اعتقدت أنك بهذه الطريقة سوف تمنع ابنك من الصيح فأنت مخطئ تماما الأولاد الصغار يشعرون باستحقاق والفخر عندما يقلدون النس الكبار وبطبيعة الحال فإن ابنك إذا شاهدك طوال الوقت والهاتف ملتصق بيديك فهو بحاجة إلى أن يقلدك ليشعر بالقوة والرجول مثلك ولكن لو كنت دوما تقرأ كتب فإن أولادك سوف يشاهدون ذلك وبطبيعة الحال سوف يودون أن يقلدوك من منكم لا يريد أن يكون ابنه مهندسا طبيبا طيارا معلما عالم حاسوب إلى آخر ذلك إذا أردتم أن تصلوا بأبنائكم إلى أعلى الدرجات العلمية والأدابية والأخلاق يجب أن تبدأوا بأنفسكم أولا لأن ذلك سوف ينعكس أوتوماتيكيا على أولادكم بالله عليكم أجيبوني على هذا السؤال كم مرة بحثت في جوجل أو يوتيوب كيف أربي ابني مثلا كيف أربي ابني المتعصب كيف 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 فيما يخص الأولاد كم مرة بحثت على هذه الأشياء أنا متأكد بأن 99% منكم لم يبحث على ذلك إذا كنت محقا أم لا أخبرني بذلك في التعليقات ولكن أنا متأكد ألف مرة بأنكم بحثتم على كيفية تحضير الحلويات كيفية تحضير كيفية تحضير كيفية تحضير هذه الأشياء تبحثون عليها ألف مرة ولكن المشروع الحقيقي أهملتموه إخواني أنا لستو طبيب نفساني ولا أعلم نفسهم فقط أحاول أن أقدم لكم النصيحة أنا فقط إنسان بسيط ولكن أحاول دائما أن أجعل من اليوم أفضل من الأمس لأن الخطأ ليس عيبا إنما العيب هو الاستمرار في ارتكاب الأخطاء وعدم الرغبة في التغيير إذا كنت أول مرة تكتشف القناة أدعو قليل الاشتراك وتفعيل زر الجرس لك كل جديد ولا تنسى دعمنا بإعجاب أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم شكرا لكم لحسن الإصغاء والمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته